السلام عليكم ورحمة الله أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من حلقات العيادة البيطرية في العيادة البيطرية نتناول أمراض الحيوان بجميع فصائل المختلف الفصيلة الخيلية المقترات الأغنام الماعز الحيوانات الأليفة أمراض الأسماك وأمراض الدواجل نتناول في كل مرض من هذه الأمراض مسببات هذا المرض أعراض طرق انتقال الإنسان والحيوان طرق العلاج وكذلك طرق الوقاية ودائماً أبداً شعارنا في العيادة البيطرية الوقاية خير من العلاج مشاهدين العزاء مشاهدي العيادة البيطرية النهاردة إن شاء الله تقريباً آخر حلقة في السنة 2021 ومن منطلق الوقاية خير من العلاج اللي دايماً بنقولها إحنا النهاردة هنعمل حلقة تعمل إنجازات الطب الوقائي في الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عن مقاومتهم للأمراض والتحصينات خلال عام 2021 من مبدأ اللي احنا بنتكلم فيه على طول الوقاية خير من العلاج ويسعدني إن أنا أستضيف معي النهاردة في هذه الحلقة أستاذ الدكتور خالد مرسي رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية أهلاً يا دكتور خالد أهلاً وصلاً بزيحة الحضرتك الحمد لله تمام النهاردة إن شاء الله كلامنا في الحلقة في البرنامج العيادة البيطرية عن أهم إنجازات الطب الوقائي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية للوقاية طبعاً من الأمراض ورفع كفاءة الانتاج الحيواني أو رفع كسافة الانتاج الحيواني عندنا عايزين بدتيل كده وبشيء من التفصيل عن إنجازات الطب الوقائي بالهيئة العامة للبيطرية إن شاء الله بنقول كل سنة من الطيبين بمناسبة انتهاء السنة 2021 واستقبال سنة جديدة إن شاء الله تكون سنة سعيدة علينا وعلى مصرنا لغالية بإذن الله وأحب أقول إن إحنا على مدار السنة وعلى مدار اليوم إحنا مش مش بش بعاد عن المربين ولا أصحاب الحيوانات بنقول إن إحنا عندنا مجموعة من الأمراض المستوطنة مستوطنة يعني إيه؟ يعني موجودة قريدي موجودة معانا من الزمانة في كل وقت وفي كل فصل من فصول السنة وفي كل شهر من شهور السنة عشان نقدر نسيطر عليها ونحجمها ونزود إنتاجيتنا من الحيوانات ونخلي المصاريف اللي إحنا بنصرفها في ثمان الحيوانات وأكله وشربه ورعايته تعود علينا بالربح والمكاسب لازم نقدم لها رعاية ورعاية خاصة وتكون مظبوطة بالمواعيد وبالأرقام إحنا بنقول إن إحنا بنحصن ثلاث مرات في السنة حموة كلعية مع حموة الواضي المتصدع حموة كلعية زي ما الناس كلها عارفة وحضرتك وكل قبل ما ندخل في التفاصيل إحنا قد نوجز أهم الأمراض السيادية يعني معلوماتي إن الهيئة العامة الخطوة بطرية بتكون بتحصين الأمراض السيادية داخل جمهورية مصر العربية وهم تقريباً خمس أمراض حسب معلوماتي وحضرك برضو تصحح لي الحموة الكلعية حموة الواضي المتصدع التهاب الجلد العقضي تعاون المقترات الصغيرة جدر الأغنام دولت دقريباً الأمراض السيادية اللي إحنا بنقوم بعدد من الحملات خلال العام عشان نقاوم هذه الأمراض وزي ما حضرتك قلت إحنا أساس الفلاح بيربي أي حاجة عنده مقابل الربح عشان يعمل ربح سليم لازم الحيوان ده يبقى سليم وجسمه سليم ومعافى من أهم الأمراض الوبائية عشان يقدر يأكل الأكل ويددي له إنتاج نتكلم على إنجازات الهيئة العامة الخلوة البيطرية وخاصة الطب الوقائي في مجال مثلا الحموة الكلعية والحموة المتصدع عملنا كم حملة والأعداد اللي إحنا عملناها ونسب التغطية في خلال هذا العام أنا بقول لكل مربي وكل مزارع وكل صاحب مزرعة أنت عندك حيوان يبقى عندك مصنع عندك اثنين مصنعين خمسة خمس مصنع مصنع اللي إنتاج إيه؟ يقم اللبن يقم اللحم بتدي أكل يطلع لك لبن بتدي أكل يطلع لك لحم وتدي مصاريف تدي لك مصاريف مضعفة فيها ربح مزبوط فعشان كده أنا بقول الأمراض اللي هي المحيطة اللي هي المستوطنة والمحيطة على مدار اليوم بالحيوانات لازم أقدر أسيطر عليها أعمل كنترول لها أحجمها وخليها لما تخش الحيوان ما تسببش أمراض لي وما تسببش أعراض لي وتقلل إنتاجيته فأنا عندي الحامة القلعية بحصنه ثلاث مرات في السنة كل أربع شهور بحصنه مرة حضرتك أنت عايز تقلل الحكاية دي عن طريق حاجة اسمها الإيه؟ التحصين ما في مجموعة من الحاجات اللي تخليني أسيطر على المرض الوبائي تمام نمر واحد أو من ضمنها التحصين تمام هنتكلم على بقية الحاجات بس إحنا نركز دلوقتي نمركزين على التحصين بقية الحاجات تقريبا مشاهدي العادة الباطارية حفظوها تمام الإقامة الجيدة التغذية الجيدة تمام مكافحة ديدان الكبادية والديان الجوفة المعاوية تمام وكل الحاجات اللي هم إيه يترفع المناعة الطبيعية للحيوان تمام إلى جانب بقى اللي حتة بتاع حضرتك اللي هي المناعة المتخصصة تمام اللي هي سبيسيبك إيمونيتي اللي هي التحصينات تمام يعني إحنا بنينا الأرضية سليم ودخلين بقى على الدور الأول والدور التاني الدور الأول بالنسبة لنا الحمى الكل عي يعني إحنا عملنا له إيه خلي بالحضرتك مشاهدي العادة الباطارية عندهم فكرة كويسة جدا عن المواضيع دي فبرضو إحنا نقول الدور الأول حمى الكل عي عملنا إيه في الحمى الكل عي حمى الكل متصدع خلال عام عشرين واحد وعشرين مهبدون الأرضية اللي حضرتك عملتها مع المربين والمشاهدين بتوعب برنامجك إحنا مش هنقدر ندي تحصين يدي كفاءة مظبوطة تمام لأن الحيوان اللي مش واكل كويس اللي عنده ديدان اللي عنده مشكلة مش هديني مناعة لو تحصن بالضبط فعشان كده بقول أنا بحصنه الحمى الكل عيه بحصنها كل أربعة شهور معها حمى الوعد المتصدع حمى الوعد المتصدع ده من أخطر الأمراض لأنه مرض مشترك بينه وبين الإنسان فعشان كده بقول بحصنه مع الحمى الكل عيه كل أربعة شهور ثلاث مرات في السنة في خلال العشرين واحد وعشرين إحنا عملنا ثلاث حملات نعم عملنا ما يزيد عن خمسة مليون ونص جرعة تحصينية من الحمى الكل عيه رقم كويس جدا وزيهم تقريبا حمى ودي متصدع ده انعكس في صورة إيه إن عدد حالات الاشتباه أو البلاغات أو الحالات المرضية نتيجة الحمى الكل عيه مقارنة بالسنة اللي قابليها قلت بصورة ممتازة تمام يعني إحنا بنترجم المجهود اللي إحنا بنعمله في التحصينات بعدد الاشتباهات اللي ظهرت مع العلم إن ظهر خلال السنة دي حصل تطور في تحت عترة أو جزء من سابسترين سابسترين من الحمى الكل عيه حصل تطور لي والحمد لله بمجهودات المتكاتفة ما بين الهيئة العامة لخدمات الباطارية والمعاهد البحسية معهد بحص صحة الحيوان معهد الأمصال واللقاحات تم إنتاج لقاح أحادي في إزازة لوحده وكنا بنحصن به وده ساعدنا كتير وكان في وقت قصير جدا أيوة فننا يعني حوالي ده لوحده إنجاز ده لوحده إعجاز زبط إن أنت تقدر تعزل العترة دي أو السابسترين اللي موجود ده وبسرعة تحدده وبسرعة تجهز صنع له لقاح أو الحاجة المضادة له وتنزلها وتعزلها في مكان ده لوحده يتعامل عليه برواز كبير قوي 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 عشان ده هو يعني أنا باعتبره هو ده الإنجاز زائد بقى الزملاء الجميع المودريات الطب البطري إن أنت تجدعن إن أنت تجيب أكتر من 80% من التعداد بتاعك لأنك أنت عايز توصل لإيه دكتور خالد عايز توصل لهيرد إميونيتي بالضبط لإيه مناعة القطيع مناعة القطيع مش هتاجع عندك إلا ما تبقى أعلى من 80% من التعداد بتاعك يعني تعدادنا مثلا لو فرضنا الخمسة مليون ساعاتك لازم تبقى محصن بقى مليون ونص زبط كده عشان تقدر تجيب النتيجة الإيجابية بالضبط من هنا بس عايز أشكر الزملاء الفندريات الطب البطري اللي بيبلغوا عن أي حالات اشتباه مرضية عندنا أمثلة عظيمة جدا في الموضوع ده عندنا محافظة الإسماعيلية محافظة اسكندرية محافظة كفر الشيخ من المحافظات القوية جدا في عدد الحيوانات المحصنة والإبلاغ عن أي حالة اشتباه حتى في أي وقت بالليل بالنهار وتروح له فرق الاستجابة السريعة تسحب عينات ونحدد النوع العترة المسببة للمرض عشان نقدر نطور اللقاح إذا كان عايز يتطور أو نكسف التحصين إذا كان فيه ضعف في التحصين تماما بطور خالد بتشديني من الكلام ده هو لحاجة ما يجبش أننا هنغفل عنها أبدا اللي هي الإبيديمولوجي أو شغل الإدارة أو الوحدة بتاع الإبيديمولوجي داخل الهيئة وداخل المدريات دي في منتهى الخطورة دي اللي بتجري وبتبحث وبتشوف تعمل الززون حوالين المكان اللي فيه الإصابة وتعرف إحداثيات المكان إيه وبتعرف تقول لا العطلة دي جديدة واللي مش جديدة الوضع عنده إيه دي برضه يعني من أحسن نمرة 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 بالزبط بعد الساح الموجه اللي هو طبيب الوحدة وصاحب الحيوان صاحب الحيوان وطبيب الوحدة هم دول أول ناس بيكتشفوا وجود حاجة جديدة أول ما البلاغ يطلع منهم بالتليفون عن طريق مثلا الخط الساخن 19-5-61 أو التليفونات مع السادة مدير المدريات أو التليفونات مع الحقيقة العامة للمطر بيطارية تليفوناتنا الشخصية موجودة مع كل الناس بمجرد بيوصل البلاغ ده للجهات المسؤولة على طول تتوجه فرق التقاصي السريع على طول اللي هو علم الوبائيات يعني بنسميه بالإبنديمولوجي أو بالعربي علم الوبائيات شوفوا حجم المشكلة وصل لحد فين وجاي منين وإيه أسبابه وإزاي إيه قطت أمسا للطرق للتحرك عشان أحجم المشكلة أعمل كنترول لها كل ده أتوقف على إيه إبلاغ في الوقت السريع اللي احنا بنسميه في العيادة البطرية دايما الإرلي دياجنوز أو التشخيص المبكر أو الإبلاغ المبكر مجرد إن انت لقيت المشكلة وجريت جاري على استارت المشكلة دي عندي إيه بيتلاقي لها حلول بسرعة يعني حتى إحنا دايما نقول في البرنامج ده يا أيها المرب يا أيها الفلاح أنا عايز مش مطلوب منك تعالج مش مطلوب منك تشخص المطلوب منك حاجة واحدة بس أول ما الحيوان بتاعك أنت متعود إن هو يأكل عشرة كيلو جيك قال تسعة كيلو جيك تمانية كيلو استدعى الطبيب البطري هو ده ده أنا بقول عليه التشخيص المبكر ده بقى نبدأ بسرعة الإبلاغ أو التبليغ سواء كان الطبيب الوحدة سواء كان الطبيب الخاص سواء كان الطبيب الرجل المربي يلحق بسرعة أي إصابات على الحيوان حتى لو هو وصل حمى بسيطة أي حاجة لازم يبلغ ويجري بتوع التقصي وبتوع علم الوبائيات بتاع الهيئة فده أنا مش عايز برضه من أهم إنجازات الهيئة العامة الخير البطرية خلال العامل الماضي من ضمن إنهما عزلوا العطرات الجديدة ولهم إيجابية في محاربة وجود عطرة جديدة لا كمان العلم الوبائيات عندهم عالي جدا جدا دايما خلال العام شغالين ومش في الأبكار بس ده بحاجات كتير جدا وديت نتيجة بقى بيجينا إيه بيجينا خلو المصر من حاجات كتير في الخيل وفي كذا وفي كذا نجاحات كتير بتتحقق نتيجة العمل بشكل منظومة أو مجموعة عمل متكاملة نحن بنقول إنه مقاومة الأمراض أو مكافحة الأمراض الوبائية دي مجموعة أو منظومة متكاملة من كل التخصصات الطب البطري إحنا خلال العام دي طلعنا خالف مرض الخيل حضرك اسم ويه اللي هو تعاون الخيل تسجلنا في الأوعيين إحنا خلو دي حاجة مهمة وتسمح لنا بالتصدير للخيول يعني إحنا مصر بقت خالية من لازم نعمل برواز على ديك لازم نعمل برواز كمان على إنك عزلت العطرة بسرعة وجبيهت العطرة دي نجاحات حققت فعلا على أرض الوقت ومن ضمن الإنجازات دي اللي إحنا عاملين البرنامج ده وعملين الحلقة ديك عشان نعمل إضاءة وثبت على الحاجة الزديدة يبقى أول حاجة عزلت العطرة بسرعة رقم اثنين نسبة التغطية اللي إنت عاملها على مستوى الجمهورية في خلال التلات حملات في حاجة مهمة جدا جدا بما أن أنا برضو في الفلد وإيدي معاك عمليات الحملات القومية للتحصين دي من أهم الأشياء إن أنت تقدر تعمل كنترول للحمى الكلية عندك الحمى الكلية مثلا بتطلع كل أربع شهور أنت بتحصنها كل أربع شهور ده يعني كان الأول الفترة واسعة وفين وفين لكن دلوقتي لا حملات محددة تاريخها محدد عارفين إن إحنا هنعمل في شهر يناير أو في شهر فبراير الحملة عارفين في شهر يونيو أو مايو هنعمل الحملة اللي بعدها عارفين في شهر سبتمبر وإكتوبر هنعمل الحملة التالب ثلاث حملات على طول التعارف لما بتدي الجرعة وبعدها البوستر دوز دي الأجسام المضادة أو الأجسام المناعية بتبدأ معاك في الجرعة الأونية شوية قد كده مع الجرعة الملشطة بتوصل لغة السقف زي بيقوله يعني كل منت الحيوان بياخد تحصينه أول بأول وبياخد جرعة والجرعة الترشيطية جرعة والجرعة والجرعة بيبقى الأجسام المضادة عنده عالية جداً بمكسفة عشان كده كل الناس اللي متابعة على الطريقة دي فرق من بعض الناس في بعض الحالات في بعض كذا لكن العمل الإجراء ده ما بيظهرش عنده حال بيضررش أنا واحد بشب على ببوعة من المزارع بعض الزملاء الزملاء أنا برضو عندهم مشاكل عندهم مشاكل ليه أصلاً رفض يا حص أصلاً ما عملش الجرعة الملشطة أصلاً ما عملش الجرعة الروتينية فإنك كهيئة عامة خدمات بطرية تعمل ثلاث حملات سابتين ومستدمين ومعروفين أمتى هنعمل وأمتى هنخلص وتوقيتهم يعني التوقيت ده قبل الشتاء قبل دخول الشتاء قبل الأمطار قبل الرياح قبل السترس بالزبط العامل الضغطة اللي بتأثر على جهاز المناعة لازم يبدأ فيها في التحصيد عشان يعدي فصل الشتاء دي إنجاز دي ما كانش بيحصل قبل كده بالزبط فخلال 21-21 أنت عملت إنجاز كويس جداً نتيجة لكده نسبة الإصابات عندك قلت كلنا يعني لو أنت فاكر أنا أول لقاء كنت معاك فيه عام 2012 فاكره في صباب كتير جداً في أيم نور الدنيا كنا ساعتها في نور الدنيا كان عدرت ساتو وشفت إحنا عملنا إيه في ساعتها والإعلام عمل إيه ووصلنا الناس زي الحلقة دي لسه موجودة على اليوتيوب يعني من الحاجة يعني الحمد لله أنت من 2012 لغة النهاردة لا لا عملنا تقدم رهيب إن شاء الله الزب الحمد لله يعني ده بالنسبة للتحصين الحمى الكلاعية طب إيه تاني يا دكتور خالد بالنسبة للتحصينات الأخرى طبعاً بيصاحب الحمى الكلاعية مرض تحصين الحمى الولد المتصدى وده من الأمراض المشتركة اللي بتصيب الإنسان والسلاح الوحيد لحماية الإنسان من مرض الحمى الولد المتصدى ده هو تحصين الحيوان بلقاح الحمى الولد المتصدى وعندنا على الحدود الدول الحدودية السودان وليبيا فيها حالات منظمة الصحة العالمية ببلغة أن فيها حالات حمودي ومصدى هناك فإحنا في الوقت ده بنكسب تحصين على المحافظات الحدودية وعلى نرفع نسبة تحصين الأقصى درجة عشان يبقى عندنا بريار أو عندنا حاجز مناعي في الحيوانات بتاعتنا عشان المرض ما يتقلش الإنسان ده على فكرة من أخطى الأمراض لأنه من أمراض المشتركة بزبط إحنا عندنا تعلم حضرتك اللي فيه زمل كتير في فترات سابقة إنهم أصيبوا بالحوم الوقت المتصدى بزبط أحدهم يعني هي عامة وفيه قطع الأرض يعني حاجات أشخاص حية قدامنا شايفينها بعينينا بزبط فإنك تقضي أو ترفع مناعات الحيوانات بتاعتك ضد هذا المرض ده مهم جدا طبع إن المرض ده أصلا يتنال للإنسان ولو الحيوان يعني عشان تحمي الإنسان لازم الحيوان يبقى هو محمل أول لأنه تعب حضرتك المرض ده بتنال عن طريق النموس والحشرات المصة والزباب من الحيوان المريض للإنسان وإنت مش هتقدر تتحكم في الإنسان ما فيش تحصيل للإنسان لو عملت المستحيل مش هتقدر تتحكم فيه مش هتقدر تمنع النموس أنها يعني فيه إجراءات تقلل لكن لو التحصيل نفسه للحيوان إنك تحافظ على الحيوان خالي من هذا المرض هو ده أساس الحفاظ على الإنسان ده بالنسبة لحمى الوادي المتصدع والحمى الكلعي طعون المكترات الصغيرة طعون المكترات الصغيرة ده اللي بيربي غنم وماعز عارف خطورته إنه هو بيسموه مرض الموت المفاجئ ده بييجي للأغنم والماعز فقط بيسبب لهم حالة من الارتفاع في درجة الحرارة موت في أنسجة الفم موت في أنسجة الأمعاء إسهال مدمم زر رائحة كاريهة ممكن حيوان يموت وهو واقف بدون أعراض خسارة بتبقى جمدة جدا في الصروة الحيوانية وخاصة من اللي بيمتلك الأغنم والماعز هم ناس صغر المربين أو ناس بوسطاء ما عندهمش القدرة المالية يجيب كمية كبيرة من الحيوانات الكبيرة أو يربيها فدول إحنا حط إنهم الهدف الأول وعشان كده الوزارة من إنجازاتها برضو السنة اللي فاتي دي إنها خفضت سعر خدمة التحصين بالنسبة للأغنم والماعز كان الجرعة التحصين في التعاون المقترات الصغيرة كانت 6 جنيه بقى 3 جنيه تمام فده عمل طفرة جمدة جدا في عدد الحيوانات المحصنة وإن شاء الله هينعكس على حماية الصر والحيوانية المتمثلة في الأغنم والماعز ونتمنى من الله زي ما اسمعنا من بعض الزملاء الأجلاء إن تبقى مصر خالية في القريب العاجل من طعون المقترات الصغيرة ده بفضل طبعا بفضل ده كاتريتنا اللي في الفيلد وده كاتريتنا اللي مسكين المدريات اللي هما بيبذلوا خسارة جهدهم ليل ونهار عشان زي ما حديك قلت إن هو ما يجيء ما يقلش عن 80% 80% بالضبط طب والناس اللي بتجيب 100% ومية وربعة ومية وخمسة ومية وعشرة في المية دول يعني المفروض يترفع لهم القبعة ونقول لهم متشكرين على الأداء الرائع اللي عملوه في الحمالات اللي فاتت ونطلب منهم الاستمرار في النجاحات يرفع لهم القبعة بقى دكتور خالد ولا كلم رئيس نجلس لإضافة الهيئة يرفع لهم القبعة إن شاء الله إن شاء الله هو بصراحة مجهود كبير جدا من الطب الوقائي ومن الهيئة العامة الخلال المطبطية المتمثلة في الطب الوقائي من وزارة الزراعة في الحفاظ على الحيوانات المصرية ضد الأمراض المعدية شديدة للإصابة ومن ضمن الأمراض دي اللي بيسعدني برضو إن احنا إن شاء الله لو استمرينا على الوضع في التحصين بالنسبة للتعاون المقترات أنا أتمنى أو سمعت قريب أو إن شاء الله إن احنا ممكن نبقى بلدنا خالية من هذا المرض في الكريب العاجل ونتمنى يكون على يعني على عهد الناس الموجودة اللي عمليه المجهود ده إن شاء الله في خطة واتفائية معمولة مع الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي للقضاء على مرض التعاون المقترات الصغيرة في خلال ثلاث سنين لو استمرينا في النجاح في التحصين بنسبة عالية تمام يا مسئل يا رب لو ما هدي كلها عايزة مجهودات الناس كلها تتكاتف معنا ونحاول نوصل للمرحلة دي المرض التالت والخطير والأهم جلد العقد الجلد العقد المرض الرابع احنا قلنا الحمى الكلعية حمى الوضع المتصدع تعاون المقترات الصغيرة ناخد بقى الجلد العقد جلد العقد جلد العقدي موال كبير مشكلة لأنه مش بيعتمد على الايه التحصين فقط ده داخل في حاجة اسمها الفيكتور الأمراض الأخطر الأمراض اللي انت اللي هي بتتنقل عن طريق عام حربتها صعب أيوة من الجلد العقدي يتنقل عن طريق النموس يتنقل عن طريق زباب الماص الماص من الأمراض الخطيرة جدا الأساسه محربت أو الوقاية منه الجود منيجمنت أو الجود هيجين يعني بالعربي أن انت لو عملت اشتراطاتك الصحية صح اشتراطاتك الوقاية صح إدارة المزرعة صح المرض ده هيقل جدا 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 المرض ده يزيد وينتشر لو حضرتك عندك حوالين اللحوات برك حوالين المكان بتاعك كله مض كمية النموس والزباب عندك لا تحصى مش متابع الاشتراطات الصحية داخل الحظيرة بتاعتك داخل المزرعة بتاعتك دي كلها هتبقى أثار سلبية على صحة الحيوان ويرجع يقولك التحصين في مشكلة ولكن برغم هذا وبرغم صعوبة هذا المرض الهيئة العامة الخطوات المطارية الإدارة المركزية للطب الوقائي يعني عملة مجهود كبير جدا جدا في هذا المكافحة هذا المرض احنا كنا بنشتغل فيه مرة واحدة في السنة احنا وصلنا تقريبا دخلنا ممكن مرتين في السنة او مرة ونوص في السنة فانا عايزك برضو تتكلم على إنجازات او مهام اللي ضرب مركزية للطب الوقائي في مكافحة هذا المرض الخطير بس ديني نوص دي عرف الناس الجلد الواقع دي ده مرض من الأمراض الاقتصادية الخطيرة جدا هو بيصيب الحيوان بوقات جلدية او زي الخراريج هي مش خراريج بتبقى في الجلد بتبقى مؤلمة في الاول مع درجة حرارة بترفع وبعدين تنزل وبعدين ترفع تاني ده بتنقل بالحشرات ده بيجي نتيجة المكان اللي العايش فيه الحيوان مش نضيف مليان حشرات كتير في شقوق في ميا في بيرك حوالين المزرعة بره أو حوالين مكان التربية فيه هيش فيه ترعة فيه صرف يعني أما نقول نسيطر على دول كلهم مش الطب البطري لوحده ده أنا الطب البطري المحليات الصحة البيئة المربي الطب البطري كله لازم يشتغل منظومة واحدة متكاملة حزمة واحدة دي صعوبته ان كل الجهات دي تتكاتف وتشتغل في ايد واحدة عشان نقدر نسيطر على المرض ده المرض ده بيقلل الانتاجية بصورة خطيرة يعني نسبة الإصابة الحيوانات اللي بتصاب وترجع لانتاجيتها تاني قليلة جدا مش هترجع لنفس انتاجيته فلازم امنعه من انه هو يصيب الحيوانات باجي احصن امتى توقيت التحصين قبل موسم انتشار الحشرات عشان كده احنا من دلوقتي بقول لحضرتك بدأنا بنجهز للحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد الوقت بنبدأ نرتب لها اللقاح وكميات اللقاح وكل المستلزمات التحصين من دلوقتي جميل لان احنا هنبدأ ان شاء الله يمكن في يناير اخر يناير او اول فبراير على حسب ما يتم تجهيز المستلزمات واللقاحات الكافية ونبدأ التحصين ليه قبل فصل الربيع ما ييجي تمام والحشرات تنتشر ووسائل الضغط ان شاء الله رب العالمين هناخد فاصل صغير وهنستكبل بعد الفاصل ان شاء الله استعدادات الهيئة العامة للخدمات البيطارية لتحصين ضد مرض الجلد العقدي خلال العام القادم ان شاء الله وانحنا الحمد لله في انجازاتنا خلال 2021 عاملين شغل كويس جدا عايزين الشغل ده في خلال 2022 مشاهدين الاعزاء فاصل صغير وقبل ما اطلع فاصل بذكركم احنا خدنا النص الاولى من الحلقة بدون تليفونات هنبدأ نستقبل تليفوناتكم ان شاء الله بعد الفاصل فاصل وانا تواصل اهلا بكم مشاهدين العزاء دكتور خالد قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الجلد العقدي بعد ان شاء الله ما نخلص الجلد العقدي لا تغفل في حاجة مهمة جدا 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 فيه انجاز كبير قوي عملناه في قطاع اخر اللي هو قطاع الدواجل عملنا شغل كويس فيها بدأنا نصدر بدأنا نصدر بيط بدأنا نصدر حاجة فراخ يعني الشغل ده برضو لازم يعني نضع عليه الإضاءة بكمية كافية وكمية كبيرة عشان دي انجاز من انجازات 2021 بالنسبة لدارة مركزية للطب الوقائي هيئة العامة الخلالات بطارية وزارة الزراع تمام احنا كنا بنتكلم عن الجلد العقدي بنقول ان احنا ده مرض من الامراض الاقتصادية اللي لازم نتكتف كلنا عشان نسيطر عليه نسيطر عليه ازاي ان انا نمرة واحد الامان الحيوي النظافة العامة الاماكن اللي فيها الحيوانية يتيب عليها سلك في وقت انتشار الحشرات اللي هو في وقت الربيع بحط حاجات طاردة للحشرات احنا قلنا الكلام ده يا دكتور خالد في الجلد العقدي خلاص عايزين نخش بقى على الجدية قد من الوقت الحلقة بيجري التحصين مرة كل سنة برضو في تطوير تم لاتوا عملتوه كمان يعني مش مرة سنوي يعني كده بياخد ايه ممكن ياخد مرة ونص وفي تطوير في نوع التحصين كمان نوع اللقاح اللي بستعمل ايوه في الوقت يبقى عندنا النسلينج وده بيدي كفاءة بتوصل ل 12 شهر هناخد الحج عبادة من الغربية فضل الحج عبادة السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم مزاقب الحمد لله فضل اكتبنا هذكا عندنا بجرة بعد ما لقحناها بتالي يوم نزل عليها دم اه انا مش عارف حضاك انا بس للدكتور اللي كان ملقاحها اللي احنا ممكن بعد كده اللقاحها مرتين مرة يوم ها وتاني يوم لا لا الله يكرمك اشكرك الاول على سؤالك الكويس ده لان برضو الحالة دي بتتكرر كتير قوي ولازم اوضح لها يا اخوانا الدم اللي بينزل بعد انتهاء الدورة ده طبيعي جدا بنسميه يعني اشكرك عشان برضو ندي فرصة للاسئلة الاخرى هاخد صلاح وهكمل الاجابة على السؤال دي صلاح فضل سلام عليكم عليكم صلاح طلاب وركب ممكن اكلم بدكتور حامد فضل معاك الدكتور حامد في عندي دكتور حامد ساخر دكتور فضل يا فاندي في عندي جموسة والدة مم وجموسة حاروة يعني مش لها ضعيفة ولا هزيرة ولا حية واكتشفنا ان هي بعد ما ولدت ما فيهاش للا طيب بالرغم ان احنا بنها من اللبن في فترة الحشار بدري يعني ما زنجمعش في الللا ما لا حاجة مم يعني هي لسه عشد خمسة او ستة وهي متسبب طيب يعني هي ولدت ومش فيها لبن دلوقت صح؟ اه اللبن شوية خالص تحكير اللبن بص اللبن هي كانت الموسم اللي قبل كده لبنها كويس؟ كان كويس خالص كويس خالص والموسم ده لبنها سيء؟ اي طيب بص على التغذية بتاع حضرتك بص انت عملت معها ايه في فترة الجفاف زي ما احنا قلنا في كزا حالة قبل كده بص انت بتأكل ايه بعد الولادة الحاجات دي لو زبطتها اللبن هيرجع معاك بالتدريج ان شاء الله اشكرك حاج صلاح الاخ عيادة بس قبل منسى الدم اللي بينزل بعد التلقيحة ده طبيعي ما حدش يقولك لا ده التلقيحة بازط وعايزين نرجع نديها تاني لا طبيعي انها تنزل الدم ده وغالبا بيبقى مشهور قوي قوي في البقارة البقارة اللي هي البكريات لو انت ملقح بكرية هتلاقي البكرية دي بعد ما تلقح بيوم او اتنين منزلة الدم اللي انت شايفه ده ده معناها ان انت لقحت صح وان فطت الشياع انتهت وان ده دم بينزل طبيعي ما تلقح هاش تاني اشكرك يا خياد نرجع تاني يا دكتور خالد كنا بنتكلم عن الجلد العقدي وخلص الجلد العقدي وكان اخر حاجة عندنا الجدري وبرضو التحصان بتاعته سنوية مرة سنويا للغنم والماعز وبرضو احنا الحمد لله محققين في كلام جايد ده بالنسبة لامراض السائدة او امراض السيادية الموجودة عندنا في جمهورة مصر العربية وللهيئة العامة الخالد بيطرية بتقوم بالتحصانات ضد هذه الامراض في موضوع تاني بيقولنا حضرتك الادارة المركزية الطب الوقائي اللي هو موضوع الدواجل احنا برضو عملنا انجازات كبيرة في جناح الدواجل مكانش فيه تصدير قبل كده بدأ بفيه تصدير ده نتيجة لإيه ده ده انجاز كبير جدا تم السنة اللي فاتت انا مش هكلم باستفادة في الدواجل لا قولك يعني لا انت بتاعك كلها خالد مش ما ينفعش تقولي لا انت رئيس الادارة المركزية الوقت بس ده المفروض الفضل ليونسى بالاهله الرئيس الهيئة دكتور عبد الحكيم طبعا ورئيس الادارة المركزية دكتور محمد عطية وادارة الامراض الدواجل عملوا انجاز ضخم جدا انه هم عملوا حاجة اسمها او منشآت خالية من الامراض امراض الدواجل وخاصة انفلوانزا وده على اساس انه هو يقدر يصدر منتجات المنشآت دي خارج البلاد وتم تصدير بيض وتعاقد على تصدير طيور والدنيا دي فتحت تصدير وجابت تجيب دخل قومي دخل حرة للبلد كويسة ده انجاز كبير ما اقدرش ان احنا نعدي السنة وما نقولوش لا لا انجاز كبير من الادارة المركزية للطب الوقائي انجاز كبير من الهيئة العامة للخدمات البيطارية انجاز كبير من وزارة الزراعة داخل جمهة المسل انك تقدر تصدر هو ده الهدف بحاجة انت كنت اصلا عندك نقص فيها ايو والدول اللي هي ما بتستوردش الا من البلاد الخالية من الامراض ده شيء جميل جدا وشيء كويس جدا معنا اتصال يا استاذ عياري طيب قبل ما يجي الاتصال التاني موضوع يا اخوانا اللي بيبع عنده بقرة او جموزة خاصة الكلام ده بيحصل في الجموز اثناء فترة الجفاف لازم انتغذيها بتاع ما تجففهاش بدر قوي يعني تلاقيها مثلا الجموز بيقعد عشر شهور وعشر ايام عشر انت ما تجيش فيها عشر اربع شهور او عشر خمسة شهور وتقوم الجفافة وتقعدها لست شهور او ست بتاع وهي جف وبعد كلا ما تجي تولد هتعمل لك مشكلة الجفاف القليل اللي هو شهرين او ثلاث شهور بيدي ثبت انه بيدي انتاجية اعلى من اللي انت متجففها بقى لك ست سبعة شهور طيب لو انا مضطر ان انا اجففها على ست سبعة شهور وده اندكيشن ان في مشكلة في التناسليات عندك في القطيع بتاعك من الغربية ونستكبن لهذا الموضوع فضل يا سامي سلام عليكم عليكم السلام وصلاة وبركاته دكتور حامل تحيات ليك انت والدكتور خالي تحياتنا لحضرك فضل عندي بارة دكتور بيجي لها لتهاب درع كل خمستاشر يوم او عشرين يوم كده اه ماشي ما هو اه ياسامي ايام عطول اجيب لها مدود دحاة وبروح للدهول اه وبعدين بيتخفوا والخمستاشر يوم برضو تروحوا جاية اه ترجح تاني طب يا سامي الله يكرمك يا سامي هو العيب عيبك يا سامي وانا هقولك هتعمل ايه يا سامي في هذا الموضوع وبالذات اللي بتجي لها الاصابة يا دكتور خالي وترجع تاني وتجي اصابة وترجع تاني ده احنا بنسميه يعني ايه يعني يعني اشكرك الاول سيب التليفون عشان غيرك يجي هناخد وليد بالشرقية ونرجع لسامي وليد فضل يا وليد بعد اذنك يا دكتور فضل بعد اذنك يعني الوقت كان عندي جمستين وجالهم الحمى القلوعية ديت تمام وبعدين جبت الدكتور جارن انا دكتور بطري وعلاجهم لمدة ثلاثة ايام ايه وبعد كده الحالة بدأت تضهور معاهم بدأت اضرب عليه مش ايجا طب يا وليد انت عندك مشكلة انت هتضر مش عايزين نخلش بقى الدكتور ومش الدكتور انا هقول لك تعمل ايه اصلي حمى القلعية انا هقول لك تعمل ايه في مشكلة الحمى القلعية بتاع حضرتك حاجة نوع قبل ما نطلع التهاب الضرع بتاع اخونا سامي بقول له لعيبك يا سامي لانك ده يا سامي وبائي بيئي يعني التهاب ضرع بيئي يعني ايه بيئي يا سامي يعني المكان اللي عندك مش نضيف يا سامي الارضية بتاعتك مش نضيفها يا سامي بتحلب لو انت بتحلب يدوي ايديك يا سامي بتنقل المرض لو انت بتحلب قالب الماكن يا سامي الماكنة مش نظيفة الماكنة بتطهراش كويس فانا بقول لحضرتك يا سامي لو انت بتحلب يدوي او عن طريق الماكنة لازم تتبع الاشتراطات الصحية بقبل الحليف الاشتراطات الصحية المطلوبة منك الآن واحد المكان اللي وقف فيه البقرة او الجموسة بتاعتك يكون مكان نظيف لما تاجي تحلب البقرة او الجموسة بتاعتك تطهرها كويس او تغسلها كويس وبعد ما تغسل تنشف كويس قوي قوي وبعد ما تنشف كويس قوي تطهر تطهير مبدئي وبعد ما تطهر تطهير مبدئي نشف تاني وبعد كده تحلب وبعد ما تحلب تطهر تطهير نهائي لو عملت كده مش هتحتاج منضى حياتي لكل حب المشكلة أن أنت الإصابة بتأجيلك من البيئة المحيطة بتاعك يا سامي وإنت أساس النظافة بهذه البيئة شكرا يا سامي نأخذ علاء من البحيرة وبعدين نكلم نكلم وليد حمى لكل عيه فضل يا علاء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم فضل يا علاء الله يكريم أنا أعود أن تتكلم عن الخارج السياسة الموضوع اللي أنت شغلت إيدري اطلع ماشي أنا معاك في أي حاجة لو في الطب البطري كله معاك عاوز أطلب وحدة بيطرية هنا عندنا في طيب ماشي يا علاء وحدة ده محافظة إيه محافظة البحيرة حاضر يا علاء ارجع للمدير المدرية بتاع حضرتك وهيعنوله طلب للمحافظة عندك وكده يعمل لك واحدة على شكرا وليد بتاع الحمى الكل خلي ولك فيه حاجات اللي خارج السياسة بتاعنا احنا بنده لأهلها اما الحاجات اللي هي بتاعتنا بسرعة لأن أساس البرنامج لعدة البطارية إرشادي المكالمات اللي جاينا دي كلها معنا مين فضل سلامة سلامة من النبرية فضل يا سلامة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضل يا سلامة فضل الواد المتصدع والحمى القلعية ما لهم؟ بتتكرر بعد كام يوم بتاني بإيه؟ بتتكرر تاني بعد كام يوم مخصر بالتاني أي استاذ ده الدكتور خالد يرد على الموضوع كل أربع شهور زي ما إحنا لسه عالين ياي كل أربع شهور تتخفي التخاصي طرعون المقتراض سنوي مرة بالسنة انا حصنت مرة وحصنت الحمى الكلعية مرة وحصنت تاني بس بعدها في واحدة واشرين يوم انت ابن حلال دعني كنت لسه هقول لك كلمة دي اشكرك الاول وناخد المأزون وهقول لك مرزوق الدنيا مرزوق ثانية واحدة بس عشان اشكر الاخ بتاع النبرية لتحصين الحمى الكلعية لو انت لسه جايب حيواناتك من السوق لازم اوعى تنسى الجرعة بتاع الواحد وعشرين يوم اللي انت عملتها انا بحييك عليها الجرعة المنشطة يا اخوانا لو انتوا جايبين حيوانات من بره واول مرة تشتغلهم ادي الجرعة الاولى وبعد واحد وعشرين يوم من واحد وعشرين يوم لتمانية وعشرين يوم ادي الجرعة المنشطة وكل اربع شهور ادي جرعة من الحمى الكلعية ناخد مرزوق فضل سمع عليك يا دكتور فضل يا مرزوق لو سمحت يا دكتور انا عندي الجرعة والده بقالها حوالي خمق بقالها عشرين يوم وخبالك ودلوقتي في فترة شيع فينفع اننا على القحة او نطط عليها لا يا مرزوق سبها الدورة دي سبها الدورة دي الشطرة بتاعتك يا مرزوق ان انت بعد اتين وعشرين يوم خمسة وعشرين يوم تجيب الدكتور بقى وتفحصه مش تقول هي شاعد بقى وانتظر لها تشيع تاني الدورة الاوانية دي تسيبها بعد واحد وعشرين يوم بعد ثلاثين يوم بعد خمسة وثلاثين يوم ما تجيش ناحية سيبها تنظف نفسها بنفسها بعد خمسة واربعين يوم اهتم بها بقى وابدأ حصنها اعلقاحها من اول خمسة واربعين يوم لغا ستين يوم لو عملت كده وعشرتها الفترة دي نرفع لك الكبعة وهي ترد عليك كويس وتقول لك خد انتاجية وخد رمح منك محمد من البحيرة فضل يا محمد ماذاك يا دكتور ازايك يا محمد فضل ماذا الحالة بنت خش يا محمد على السؤال على طول فحافظة كان عندي عجلة عمره ست شهور عنده اسراء ايه جبت له شربة فبرضه ما سكسولية وبعد كده اللي فاجد له تالي ماشي يا محمد اشكرك هنقول هنرد عليك بالنسبة يا اخواننا في سؤال احنا السنة بتاع الحمال كلعية يا دكتور خالد قبل ما ايه نخش في موضوع العاج الحمال كلعية اخواننا علاجها بقى معروف تقريبا لكل العاملين كل الناس في جولت مصر العربية اول حاجة لو لا قدر الله جالك اصابة نبص الحاجات بتاعتنا احنا بقى كمربيين مش هقول ايه يعني ايه 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 اول حاجة ان انت تدخل اكل سهل للهض لهذا الحيوان ان انت برسيم متدبل عليه شوية ملاس او شوية عسل نحطهم له نعمل المستحيل ان هو ياكل ما يقفش عن الاكل دي رقم واحد رقم اثنين اه العلاج المعتاد مضاد حيوي مضاد التهاب مضاد اه 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 خفض للحرارة دولة معروفين الدكتور هاجي عملهم انت الاكل الاول رقم اثنين الالتهابات الموجودة ومهري بها البقى ده شوية عسل بيكاربوناتو سوديوم بيكاربونيت اربعة في المية دوبهم مع بعض واعمل اه 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 المكان بتاع الفم ده بقدر الامكان مرة اثنين ثلاثة في اليوم هتلاع عشان بسرعة تعمل التآم للجروح والالصة الموجودة لو بيعرك هتحط كابرتات نحاس اربعة في المية في رجليه في جارده صغير تحط رجله دي هنا او رجله دي هنا ده المطلوب منك كمربي المطلوب كطبيب هيجي يختل لك بطوط الحالي مناسب هيختل لك بطوط الاتهالي مناسب هيختل لك مخفض الحرارة المناسب معانا راقفة فضل يا حاج راقفة من البحيرة فضل عندي الوقت بتاكل برسيم وبترايله ايه؟ البهايم عندي بتاكل برسيم وبترايل يا دكتور اه السؤال ده جالي مرة من الدكتور من برغوتي وقلت طلب الاستاذ البرغوتي اشكرك عليه وهيجب لك عليه دلوقت في بعض الاماكن البرسيم بيبقى في نسبة زفارة عالية جدا 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 ونسبة شوك عالية سمعني يا فندم ولا هافل طايب ناخد ناخد ناصر الله وبعد فضل يا ناصر الله وده اخر تصال عشان ناجي اجيب اللي ايه على الاسئال ما بقى فضل يا حاج ناصر الله ايو حضرتك هدفتك عندي بقرة والدى بجلها ارباح شهور ومش ردت يسري ارباح شهور وايه؟ مش ردت تسري مش ردت شيع ماشي يا ناصر الله سؤال بتاكل ده ااخد ساعات شكرا يا ناصر الله اه نرجع بقى واحنا عندي له ثلاث اسئلة السؤال الأولين بتاع البرسيم السؤال بتاع العجل الرضيع السؤال بتاع ناصر الله اللي هو إيه بيقول بقرة وبتصربش بالنسبة للبرسيم السؤال ده جالي لأنه أنا لفت كتير في أماكن فشايف المشكلة دي غالبا الحيوان بيأكل برسيم ومن أفضل الفلاطابول بالنسبة للحيوان يعني السهل الهضمه وسهل ويحبه اللي هو البرسيم نادر ما تلاقي بعض الأماكن الحيوان يأكل البرسيم ويقوم ظال في البرسيم تاني وبعد ما يرجعه يبقى يرير يبقى المشكلة عندنا نشوف البرسيم ده في إيه اللي أنا شفته في بعض الأماكن دي البرسيم زفر جد ريحة الزفرة فيه لا تطاق الحيوان ما بيقبلش عليه البرسيم فيه نسبة شوك عالية فالحيوان برضو بيقبلش عليه طب نعمل إيه عشان نحل المشكلة دي الشطرة إن احنا نلاقي الشوك بقدر الإمكان والأعشاب الضرة والحشائش الضرة من البرسيم زائد يا دكتور خالد إن احنا ندبله يوم أو اثنين أو تلاتة عشان الرياحة دي تبدأ تقل منه ده السؤال بتاع أستاذنا بتاع البرسيم السؤال الأخران قبل أخير العجل الرضيع عنده أسهل العجل الرضيع أنا طبعا بحب تلظيفي وبحب أشركك في الموضوع عندنا إيه مشاكل في العجود الرضيع نتيجة للتغذية بتاعته اللبن زايد نقل اللبن بقدر الإمكان ندي منصف شهدية الأعزاء شوية إيه الجرعة القبضة اللي احنا نسميها الجرعة القبضة شوية السلفات مع شوية تنك أسد مع شوية نشا مع شوية مضاد ضحيوين خلطوا بكلهم مع بعضهم نحطوهم إيه في إزازة ونرجوهم ونديهم للإيه للعجل ده أو الباكت اللي موجود جاهز تجيبه في بواكت الجميع في جميع السلطات البطري لعلاج الأسهال بتاع العجل الرضيع أتاخد باكو وتفكو وتديه للحيوان عن طريق الطبيب البطري ما بنقولش برضو اسم العلاجه بنقول عن طريق الطبيب البيطالي آخر آخر سؤال كان الشياع ده الحتة بقى اللي ايه المهمة جدا إن احنا دايماً يا أخواننا بنقول كل ما البقرة أو الجموسة تجيب لك نتاج كل سنة أو كل 15 شهر أو كل 16 شهر أنت بتكسب من هذه البقرة ما بتجيبش بتعد الوقت ديه سنتين أو ثلاثة أنت بتربي حيوان بتخسر منه طب توصل للمرحلة دي إزاي؟ إنك تجيب مولوك كل عام إنك أول ما الحيوان يلد بعد واحد أول حاجة ما تدخلش ولاد هذا الحيوان سيب الحيوان يلد لوحد يلد الحيوان في مكان نظيف بقدر الإمكان نعمل الحالة الصحية حوالين الحيوان أثناء الولاد بعد كده بواحد وعشرين يوم نجيب الطبيب البطري الشاطر المكتهد اللي بيعرف في التناصلات يتطمن عن راحم اللي قدي الفيل ده رجع الوضوع الطبيعي وبقى صغير ولا لا بعد خمسة واربعين يوم نجيب هذا الطبيب الشاطر برضو يفحص لنا الراحم يبص على المبيض عليه جسم أصفر عليه أدواء هيعرف التركيبة اللي على المبيض والراحم السليم وهيبدأ يدخلها لك في برامج اللي هي بيسموها التزاون الشبقي أو برامج التلقيح الإجباري ويبدأ يلقى حالك صناعي في خلال ستين يوم ثلاث شهور مئة يوم تكون أنت مدي التلقيحة المخصبة لهذا الحيوان يبقى تبدأ تعد بعد المئة يوم من الولادة أن الحيوان يبدأ عشر شهور معاك أو عشر شهور وعشر تيام يدي لك النتاج كل عام كده يا دكتور خالد إحنا أجبنا على معظم الأسئلة اللي جات لنا خمام فأنا سأزم معليك هنعيد الإنجازات تانية اللي هي أساس الحلقة قدامنا خمس دهي بالظبط هنعيد الإنجازات تانية للمشاهدين في خلال عشرين واحد وعشرين احنا اتكلمنا عليها باستفادة في الجزء الأولاني هستازم معليك أن احنا نعيدها تاني واحدة واحدة التحصين حم قلاية حم دهي متصدق ثلاث مرات في السنة كل أربع شهور وحصلنا عدد عدينا أو تخطينا الخمسة مليون راس أو جرعة تحصينية على حسب على مدار السنة حصلنا الجلد العقدي مرة في السنة حصلنا طعول المكترات الصغيرة مرة في السنة الأقدام والمعز الاشتباهات بتاعة الأمراض الوبائية سواء حم قلعية أو جلد وقد يبدأ التقل بدأنا التحصينات عملناها بنسب معديها 2% احنا عايزين نوصل لهذا ده هو ده اللي يقدر يسيطر لنا على مجهودات اتعاملت كبيرة جدا بواسطة الأطباء البطارين في الوحدات والدارات والمدريات وجابت أرقام هيلة جدا مع أننا زعلان من بعض المدريات ما جابتش برضو الأرقام المستهدفة حسن إن شاء الله في تطور حصل جامد جدا في موضوع تصدير الخيول فتح باب التصدير للخيول باب تصدير الطيور والبيض عن طريق البيض والطيور عن طريق المنشآت الخالية من المرض كل دي إنجازات تمت خلال 2021 ونتمنى ونطلب من الله ونقفقنا وفي إنجاز مهم أو أنت يعني برضو مجهود كبير وإنجاز كبير تم إن أنت قدرت تعزل العطرة حتى لما تجد تفكر تطلع العلماء اللي عندنا في الهيئة العامة الخيطة باطرية وإنت عارفك طبعا من رئيس مجلس إدارة الهيئة من العلماء في هذا المجال بالذات بتطور حكيم دي يعني ملعبه ملعبه ومكانه مكانش فيها نوم الفترة دي فهو دي يعني ده ده الواحده مجهود كبير جدا 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 إن قدر يعزل وإدار يجهز وإدار يعمل حاجات دي وكل ده بدون ما حد يشعر بحاجة وجبهت المرض ومفيش مرض يعني دليل الحمد لله رب العالمين إن أنت برغم برغم كل المقاسي اللي إحنا فيها لا إحنا الدنيا ملمومة وخالص من زي 2012 إما كنا بنرمي العجول قدام لديونات المحافظات بفضل ربنا وبفضل إن ربنا رزقنا بناس علماء عظام زي أستاذ الدكتور عبد الحكيم وأساسة وتكترت المعهد بتاع المعهد الصحيات الحيوان ومعهد مصر واللقاح طبعا مغود مضني يعني دولة يعني جنود غير ظهرين بس برضو مجهودهم جامد جدا أنا الحلقة كالأيبان خلصة يا دكتور خالد بشكرك وبشكر معليك ودايما دايما المصر في خير ودايما مصر في تقدم وأتمنى من الله سبحانه وتعالى إن دايما وزارة الزراعة تبقى هي المتصدرة المشهد في رفع رفاهية الفلاح المصري رفع الانتاج الحيواني زيادة زيادة الصروة الحيوانية في مصر نوصل للاكتفاء الزادي من اللحوم والألبان سعادتك شرفتني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة